السلام عليكم الله يسعد أوقاتكم طيب نحن بعد ما خلصنا من تثبيت النظام بنسخته المنمال وتحدثنا عن أهم البرامج الأساسية اللي لازم تكون موجودة عن النظام وأمنا بتثبيت الويندو مانيجر الكمبوزيتر والبرامج التانية فلازم لحتى نستخدم الكمبيوتر بشكل صح أن نبدأ نعمل إعدادات لكل واحد من هذه البرامج أو البرامج اللي بتطلب خاصة خاصة فيها طبعاً لأنه ليس كل البرامج بحاجة أن أعمل لها أي إعدادات خاصة في بعض البرامج تأتي Out of the box جاهزة للإستخدام لكن دعنا نبدأ مع المكون الأهم بأي تنزيلة منيمل ألا وهو الواجهة الرسومية أو الويندو مانيجر باعتوار أنه هو اللي عمالي يتعامل معه بشكل مباشر وعن طهي هو عمالي يقدر شوف شو اللي عماله يصير على سطح المكتب أو على الكمبيوتر اللي عندي مثل ما شفنا بالفيديو الماضي نحن ثبتنا مدير النوافذ أو الويندو مانيجر آسم آسم يعتبر مناسب للناس اللي جايين جديد لعالم الويندو مانيجر ليس لأنه هلا هو كل الويندو مانيجر يعني في لها بعض نقاط القوة والضعف من كيفية الإعداد أو كيف تعمل لها الكون بس بحالة آسم اللي بميزه أنه أنا بعد ما سبته مباشرة رح لاقي أنه في عندي وول بيبر محطوطة بشكل افتراضي رح لاقي أنه في عندي بانيل علوي رح لاقي أنه الشريط العلوي موجود عندي رح لاقي ممكن أنه إذا ضغطت على الماوس بالزر اليمين يطلع عندي قائمة فيها بعض الخيارات المفيدة هاي الأمور هلأ رح نحكي عنها طيب خلينا معناها بفيديو اليوم نشوف كيف ممكن أني أخذ الشكل اللي بيجي الديفولت مع الآسم ونحاوله لشكل مناسب أكتر للاستخدام اليومي طبعا ما رح ندخل بتفاصيل معقدة وصفستيكيتد أنه كيف نتحول للشكل اللي موجود اللي أنا بيستخدمه بشكل يومي لأنه هذا الوقت مثل ما حكيت أول شي الفيديو رح يكون طويل ممكن أنه ياخد ساعات والتاني شي انت كواحد مبتدئ أو أنا كواحد مبتدئ يعني أنا وقت اللي ابتديت أكيد أكيد ابتديت خطوة خطوة فالويندو مانجر أو المظهر النهائي اللي موجود عندي أخذ مني شغل بحدود السنة اللي حتى وصلت للنتيجة الحالية اللي أنا مقتنع فيها وبيستخدمها بشكل يومي طيب خلينا أول شي نشوف شو هي الأشياء الأساسية اللي لازم تكون متوافرة أو هي متوافرة بكل ويندو مانجر كونفيجوريشن عندي أربع نقاط أساسية لازم أني أعملها كونفيجوريشن بأي ويندو مانجر هاي النقاط ألا وهي أول شي لازم يكون في عندي طريقة أو مجموعة من الصصور اللي بتسمح لي أني شغل البرامج بشكل تلقائي أول ما شغل الكمبيوتر اللي هي الأوتو ستارت النقطة الثانية أو الشي الأساسي الثاني اللي لازم يكون موجود ولازم أعرف كيف أني ساويه اللي هي اختصارات لوحة المفاتيح نحن عملنا نحاول أنه يكون استخدام الماوس قليل بالقدر الممكن فلازم أعرف شو هي الكي بايندينجز أو الشورتكات اللي موجودة اللي بتجي بشكل ديفولت بشكل افتراضي لازم أعرف كيف ممكن أني ضيف كي بايندينجز جديدة أو كيف ممكن أني أحذف اللي ما بحتاجها النقطة الثالثة اللي لازم يكون الويندو مانجر قادر أنه يعملها أو أنا أعرف كيف أني ساويها أني هي أني ضيف قواعد أو رولز للبرامج اللي أنا بستخدمها أو لحتى تغير من بعض الإعدادات مثلا لو بدي أفتح نافذة معينة لنقول الترمينال على الورك سبيس الأول اللي هي أول نافذة موجودة عندي بدي أفتح البراوزر على الورك سبيس الثاني وهلوم ما جرى؟ أو لنقول مثلا بدي أفتح برنامج معين أنه يكون بشكل الفلوتينج يكون بشكل طافي ما يكون تايلد اللي هو الشكل البلاطي الافتراضي فكمان لازم أعرف كيف أكتب هاي الرول أو القاعدة لحتى خلي هاي البرامج تشتغل بهذا الشكل والنقطة الرابعة اللي لازم أعرف كيف أن يساويها بكل ويندو مانيجر اللي هي كيف ممكن أن يغير الناحية الجمالية طبعا لأنه بحالة آسم صح أنا بيجي في عندي وول بيبر صح بيجي في عندي البانيل العلوي بس هاي الأمور حسب وجهة نظر المطورين أنت رح يكون في عندك زوءك الخاص فبدأت تعطيها الطابع المميز الخاص فيك طيب خلينا أول شي نشوف شو هي النقاط هلا أنا هو موجود على سطح المكتب مثل ما تركنا المرة الماضية فأنا لحتى أفتح برنامج الابليكيشنز أو الاب لانشر بضغط على زر السوبر اللي هو زر الانتر وحارف بي فمتل ما اللي شايف تحت البانيل العلوي صار في عندي برنامج بيسمح لي أني تشغل اي قاموا بتخليصي فأنا أول شي بدي أفتح برنامج الترمينال قاموا بتخليصي والذي يجب أن أجعله بحالة نظر بحالة ان يقوم بعمل أن نغير حلوي على شاشة لحتى غير حلوي على حلوي على حلوي على شاشة فأنا سأختار المناسبة للجهاز الذي موجود عندي سأخبره XRender-S صغيرة وليس capital S وسأختار الريزوليوشن الذي أريدها سأخبره بالنسبة لحالة أنا فأنا لدي الشاشة التي هي 4K بهذه الطريقة أنا أرى وأكيد أنتم لاحظون أنه لا يوجد أي شيء ظاهر على الشاشة لا يمكن أن نقرأ أي شيء هذا هو أنه يجب أن أقوم بتغيير زوم حتى تغيير زوم سأخبرنا أنه يجب أن يكون لدي برنامج اسمه XRDB XRDB حتى يعمل يجب أن يكون لدي ملف سأقوم بتغيير هذا الملف الذي هو ملف X Resources سأخبره Vim أو Nano سأخبره X Capital Resources الآن بعد أن نكتب هذا البرنامج بالخط الصغير سأخبره مرة أخرى سأخبره Vim space.x resources مع X Capital سأخبره Enter ضمن هذا الملف سأخبره سأقوم بتغيير زوم XFT dot X capital ft dot dpi 2 space 192 سأخبره سأخبره merge dot x resources الآن سأخبره أنه ترمينال صار الخط فيها واضح ولكن الويندو مانيجر الخط كله صغير ولا يرى أي شيء يجب أن نقوم بإعادة تشغيل فقط للويندو مانيجر وليس لكامل الكمبيوتر الآن سأخبره عن اختصارات سطح عن اختصارات الكيبورد ولكن دعونا نعود للملف الذي فعلناه من شوي دعونا نكبر الخط هنا لكي نستطيع أن نرى دعونا نرى هذا الملف X resources كما رأيت قلت له XFT dot dpi 192 لماذا 192؟ هذا الرقم خاص بالشاشة التي لدي 192 هي 96 أو 96 ضرب 2 96 هي dpi الافتراضية بكافة الشاشات فأنا باعتبار أن عندي تكون الريسوليوشن أعلى من Full HD أو 1920 pi 1080 التي هي Full HD أريد أن ضعف هذا الرقم حتى يكون الرقم واضح عندي فلهذا استخدمت 192 إذا كان عندك شاشة Full HD أو أقل أو الريسوليوشن 782 من هذا الرقم فعالأغلب لا تكون مضطر أن تضيف هذا الملف أبداً بس أنا مثل ما حكيت بحالتي لأن الشاشة التي لدي 4K فقط لا غير طيب بعد ما ضفنا هذا البرنامج هناك برنامج مثل ما حكيت بالمقدمة أنه أنا لازم يكون في عندي طريقة أن يضيف قواعد أو لحتى أن أضيف هذه القواعد لازم أن ينزل برنامج الذي يسمح لي أعرف ما هو اسم أو الكلاس الخاصة بكل برنامج موجود عندي سننزل برنامج اسمه الذي هو xorg-xprops الذي هو xorg-xprops سننزل هذا البرنامج ونرى كيف سنستخدمه فعالما يبدو أن البرنامج نازل ولكن لا يوجد أي مشكلة الآن خلصنا من الخطوات الأساسية التي لا يوجد علاقة بـ ويندو مانجر الخطوة التي نريد أن نفعلها بعدين بحالة الآثم هذا الكلام يختلف من ويندو مانجر إلى ويندو مانجر أنا في عندي ملف إعدادات جاء ينزل مع النظام لكن لا يوجد محطوط بالمكان الصح بأي ويندو مانجر أنا لازم أضع خاص بالمستخدم الذي عامل عملية تسجيل الدخول لأن كل مستخدم يمكن أن يكون لديه إعدادات الخاصة هذا الملف سيكون موجود سيكون موجود ضمن .config هنا تكون لدي كل الخاصة الخاصة بالمستخدم ضمن هذا الملف ضمن هذا المسار يجب أن يكون لدي مسار خاصة خاصة ويندو مانجر نعم الآن هذا المسار لا يوجد فأنا سأقوم بإنشئ المسار مكدير .config 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 اسم هذا الملف هو rc.lua فأنا لحتى أعرف موجود سأستخدم تعليمة find وين يجب أن يدور يجب أن يدور بالroot .config 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 وحرف .config 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 فأنا سأرى أن أعطاني عدد كبير من النتائج هل كل هذه النتائج أريدها؟ أكيد لا ما أريدها ما أريدها هو etc .xdg .awesome .rc .lua فأنا سأخبر معناها cp سأخبر cp etc .xdg .awesome .rc . سأخبر .config 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 .sneed . . . يحتوي على كل شيء ما عدا الناحية الجمالية او الالوان والاعدادات الالوان والاعدادات في عندي ملف تاني اسمه theme.lue بنفس الطريقة رح ندور على هذا الملف فرح قل له find ضمن الاسلاش الروت ونفتح quotation mark ونسكرها وندور على هذا الملف فكما سوف نرى ان هذا الملف ويموجود إذا اردت لـ user share awesome themes انا سوف نرى انه هنا يوجد اكثر من مسار الذي سوف استخدمه هو default ضمن الديفولت سوف نرى انه في عندي theme.lua هذا الملف سوف ننسخه لمكان آخر سوف ننسخه لل.config awesome ولكن ضمن ال.config awesome سوف نعمل مسار جديد سوف يكون اسمه themes الآن سوف ننسخ الملف الذي قلنا عنه وهو باليوزر share awesome themes default theme سوف ننسخه لل.config awesome themes theme.lua سوف ننسخ الملف الأول وهو .config awesome rc ضمن هذا الملف كما قلت الأشياء التي أريد أن أفتح برامج بشكل أوتوماتيكي فأنا إذا جئت لنهاية الملف سوف أكتب هذا السطر سوف يكون عبارة عن awful.spawn.with underscore shell سوف أفتح قوس وضع قوس ماذا هو البرنامج الذي أريد أن أفتحه أنا أكثر برنامج يهمني أن يكون قادر أن أغير الوال بيبر فمثل ما قلنا المرة الماضية نزلنا برنامج نيتروجين لكن نيتروجين إذا كتبتها بدون أي شيء سوف يفتح البرنامج أنا أريد أن أضع آخر خلفية أو آخر كنت حوضتها المرة الماضية نيتروجين space dash dash restore سوف يسكر القوتيشن وسوف يسكر القوسين الآن عندما يعمل إعادة تشغيل الويندو مانجر سوف يشغل النايتروجين ويضع الوال بيبر هذه التعليمة سوف يستخدمها لكل برنامج سوف يعمل بشكل أوتوماتيكي أول ما يشغل الكمبيوتر فأنا سوف نستعرض هذه الميزة سوف ننسخ هذا السطر ونقول أن كل ما أشغل الكمبيوتر سوف أفتح الترمينال فأنا بحالة باعتبار أنه عندما نستخدم كيتي سوف أفتح الكيتي بحالة الوال بيبر وبحالة آسم فأنا لازم أعمل بعض التحديل بملف الكمبيوتر إذا أدورت على الوال بيبر لأنه آسم يضع لي الوال بيبر بشكل افتراضي فأنا سوف أدور على الوال بيبر ونرى أنه لدي فونكشن التي تقومي الوال بيبر التي نحن نرى فهذا يجب أن إلغي أو يجب أن أعمله كومنت فأنا سوف أحدد كل هذا القسم من بداية الوال لعند الاند وسأضغط نقطة داش داش اللي هي بلغة اللوة معناها كومنت فهذا القسم لا نرى وفي عندي السطر اللي هو سكرين سأضع داش داش سأضع القسم عن العقل وفتح نحفظ هذا الملف سأخرج لنضع إعادة تشغيل للويندو بحالة ولكن أنا أستخدم كونترول والسوبر وحرف الر فأضغط هذه الأزرق مع بعضها وmetros يجب أن سأرى أن كيتي فتح الويندو مانجر صار في عندي اثنين لأنه أنا كنت فاتح واحدة وقالت له أنه يفتح لي بشكل أوتوماتيكي فصار في عندي تنتين سأرى الويندو مانجر اللي حطيناها المرة الماضية أو هي ممكن أنا غيرتها لكن المهم أنه ما عادت اللي موجودة ضمن الويندو مانجر الأساسية طيب بعد ما عرفنا كيف منغير أو كيف منطيف البرامج اللي بديها هتشتغل بشكل أوتوماتيكي خلينا نلقي نظرة على شو هي الاختصارات الكيبورد أو الكي بايندينكس الاختراضية اللي بتجي مع الأعصم في عندي عدة أشياء اللي بتهمني اللي لازم أعرفها أول شيء لازم أعرف كيف أني أفتح برامج مثل ما حكينا اللي هي السوبر بي لازم أعرف كيف ممكن أني أعمل إعادة تشغيل للويندو مانجر بس للآسم وليس للنظام اللي هاي لازم أني أعملها كل ما غيرت شيء بالconfiguration فايل كل ما عملت عملية تغيير لازم أني أعمل ريلود أو رستارت للويندو مانجر هاي بسويها عن طريق السوبر كنترول آلت السوبر كنترول آر فهذا بيعمل لي ريلود متل ما شايف أنه فتح لي الكيتي هلا هاي لازم أني أغيرها كيف ممكن أني أطلع من الويندو مانجر فأنا بقول له سوبر شيفت كيو سوبر شيفت كيو بيطلع من الويندو مانجر هلا كمان لازم أني أرجع حط الريزوليوشن فهي النقطة ولازم أني أعمله XRDB فهذه الشغلتين لازم أن يكونوا موجودين ضمن البرامج التوقائية البرامج اللي بديها تشتغل بشكل أوتوماتيكي فهلا سوف نأتي إلى الويندو مرة أخرى سوف نقول له Veeam.config awesome rc سوف نأتي إلى نهاية الملف سوف ننسخ هذه السطرين بالنسبة للكيتي لا تريد أن تعمل سوف نقول له XRender-S 3840 ضرب 260 ويأتي إلى السطر التي تحته سوف نقول له XRDB-Merge Merge هنا يجب أن تضع اسم المسار الكامل للملف الذي سيكون $ كلمة هم كلها أحرف capital slash dot x resources resources الآن خلصنا من موضوع البرامج التي تعمل بشكل أوتوماتيكي حكينا عن كيف ممكن أن أفتح Application Launcher حكينا كيف ممكن أن أفتح Application Launcher حكينا كيف ممكن أن أفتح الويندو مانجر حكينا كيف ممكن أن أطلع من الويندو مانجر دعونا نحفظ هذا الملف ونعمل Reload الآن كيف ممكن أن أنتقل من برنامج لبرنامج إذا كان مفتوحة عندي أكثر من برنامج دعونا نفتح برنامج ثاني الآن كيف ممكن أن أرى الآسم بشكل افتراضي يأخذ Layout Floating اللي هي البرامج موجودة فوق بعضها طبعا هذا الكلام لا أريد أن أكون لدي Tilt اللي هي الشكل البلاطي فإذا كيف ممكن أن أرى بالبار العلوي بالPanel العلوي إذا ضغطت على الأيقونة اللي موجودة بيمين الشاشة كيف ممكن أن أرى الآن موجود مكتوب عليها Floating فإذا ضغطت عليها بالزر اليسار سيغير لي لوضع Tilt كمان إذا ضغطتها مرة ثانية سيورجيني كل اللي هي الموجودة بشكل افتراضي دعونا الآن نرجع لل دعونا نضع Tilt و نفتح أيضا دعونا نفتح كمان واحدة و كمان واحدة فأنا لحتى انتقل من نافذة لنافذة سيضغط على أحرف J و K كما ترى سيضغط على J لن ينتقل بشكل مع عقارب الساعة و إذا ضغطت على K سينتقل بعكس عقارب الساعة كما ترى هذه هي Layout اللي هي أغلب الناس اللي بتستخدمها طبعا أنا في عندي Layouts ثانية ما لم يضطر اني استخدم بس هاي اللي بتجي مع window manager فأنا إذا ضغطت لنشوف شو في عندي Layouts ثانية كمان في عندي نفس اللي شفناها بالحالة الأولى اللي هي في عندي نافذة بتكون قادمة نص الشاشة اليسار والنوافذ الثانية بتاخد النص اليمين هاي نفسها بس عندي نافذة واحدة كبيرة بتاخد نص الشاشة اليمين والنوافذ الثانية بتاخد نص الشاشة اليسار في عندي اني كمان يكون في عندي نافذة واحدة من فوق والنوافذ الثانية تحت في عندي نافذة من تحت والنوافذ من فوق هلا ممكن انك انت تشوف شو هي النوافذ الموجودة بس مثل ما حكيت الفكرة الأساسية كيف ممكن اني انتقل من نافذة لنافذة كيف ممكن اني انتقل لworkspace ثاني مثل ما شايف انه انا في عندي من الواحد للتسعة طبعا الطريقة الاسهل اني اضغط على الworkspace اللي بدي اياها والطريقة التانية اني استخدم السوبر ورقم الworkspace اللي بدي رحلها فمتل ما شايف اني عمالي اضغط واحد اثنين ثلاثة عماله ينتقل من workspace ل workspace ثاني طيب اذا كنت بدي انقل هذه النافذة او هذا البرنامج من workspace الاول لل workspace الثاني فبضغط super shift ورقم اثنين فهلأ صارت النافذة موجودة بال workspace الثاني مثل ما شايف انا هلأ هم محدد عندي ال workspace الثاني والنافذة موجودة فيه هلأ حكينا على key bindings او shortcuts اللي بديش بشكل افتراضي اذا انا بدي اضيف key bindings خاصة فيني واللي مفروض انه كلنا نعمله لانه نحن لازم انه الapplication launcher انا استخدمه بس للبرامج اللي ما بستخدمها بشكل دائم اما البرامج اللي على طول عمال افتحها كلها لازم يكون معمل لها shortcut او key binding على key board لحتى افتحها بشكل سريع فنرجع للبرنامج او لملف الconfiguration وهلأ يأتي ودور على فاذا دورت على كلمة terminal سوف نرى انه في عندي مجموعة من key bindings الافتراضية سوف نرى انه في عندي key binding لاني افتح terminal انا لحتى اعمل key binding بحالة awesome يلزمني سطرين يلزمني السطر الاول الذي محددين على الشاشة السطر الاول اللي هو mode key او اللي بحدد فيه ماذا هو key boards keys اللي بدي استخدمها السطر الثاني فيه عبارة عن وصف لهذه key binding لان الاسم كمان فيه ميزة فريدة هي اذا ضغطت على الزر السوبر والاس رح يعطيني قائمة بكل key bindings اللي موجودة عندي الافتراضية واللي انا ضفتها هاي مالها موجودة بأي window manager تاني بس ال وظيفة description انه يطلع عندي اللي موجود ضمن ال quotation mark ضمن ال description فانا مثل ما انا شايفهم جنب كل key binding في عندي وصف اللي هو موجود هون فاذا قلنا اذا اجيت للترمينال بحالة الترمينال رح نحن نغيرها رح ايجي قل له off spawn رح اغير ضمن القوسين بدل الترمينال رح قل له quotation quotation وشو قدي افتح بدي افتح الكتي فهلا اذا حفظنا الملف اللي اطلع ونحن نحن افتح ونحن نغير نحن حكينا كيف ممكن ان اطلع من الويندو مانيجر بالكامل لكن لم نحكينا كيف ممكن ان اغلق نافذة طبعا مثل ما يرى بحالة آسم انا في عندي تايتل بار لكن هذا التايتل بار مع المستقبل او متى ما يصيف عندك خبرة اكتر انت مالك محتاجه لانه عماله ياخد مساحة فانا ممكن ان اضغط على زر الاكس وسكرها اغلق النافذة والطريقة الثانية عن طريق الكيبورد لانه احنا لا نحاول قدر المستطاع ان لا نستخدم الماوس ان اضغط super shift c فهذا يغلق النافذة المفتوحة فاذا ارجعنا لملف الconfiguration فمثل ما احكيت انا لازم يكون في عندي سطر يبتدي بالawful.key داخل هذا السطر في عندي اول شيء المود كي اللي هو الموديفاير كي اللي هو بشكل اوتوماتيكي هلا رح نشوك في موجود اللي هو عبارة عن زر super بعده اذا كان بدي يكون في عندي shift او control في الها مكان مخصص لها ضمن الموديفاير كي او هي الاقواس اللي مو قائمة الاقواس اللي بتاخد زوايا فضمن هاي القوسين بحط الموديفاير كي وبحط اذا عندي control او shift بعدها بفتح كوتايشن مارك وبحط الزر اللي انا بستخدمه فالreturn اللي هو زر الانتر الر اللي هو عبارة عن عملية restart فمتل ما اللي شايف انه restart او reload لل window manager محطوطة للمود مثل ما حكينا اللي هو super control r فانا باستخدام هدول السطرين وطبعا بعد ما انتهي من السطرين لازم يكون في عندي فاصلة بنهاية السطر الثاني طيب هلا اذا رجعنا لبداية الملف سوف نرى المود يساوي مود اربعة المود اربعة اللي هو زر super اذا انا كنت بدي استخدم مثلا بدل زر super او زر windows بدي استخدم ALT فالالت هو مود واحد طبعا هذا الالت اللي موجود على يسار ال space bar الالت اللي موجود على يمين ال space bar هو مود خمسة بس نحن لازم نتعود انه نستخدم المود اربعة لانه هاد اللي موجود باغلب ال window managers وانا مشوفه اسهل انك تتعامل معه من انك تتعامل او انك تستخدم ال ALT طيب هلا بعد ما خلصنا من حكينا كيف ممكن ان نضيف ال key bindings الخاصة فيه خلينا نترك موضوع ال rules لغير فيديو لانه صار الفيديو طويل كتير بس نحكي عن كيف ممكن ان نغير الالوان وضيف ال gaps اللي بديها اللي كل الناس بتحبها بال window manager حوالي النوافذ لانه كما نرى هلا ما في عندي اي فراغات حوالي النافذة اذا كان في عندي نافذة تانية رح شوف انه خلينا نرجع لل tiling رح شوف انه ما في نميز الا عن طريق الالوان اما ما في اي فراغ بين النافذين فهلأ منطلع من هاد الملف ولازم اني روح للملف التاني اللي حكيت عنه اللي هو theme هلين نسكر هاي النافذة فهلأ رح افتح الملف التاني اللي قلنا هو كمان ضمن .config awesome themes theme.lua ضمن هاد الملف انا اللي رح نحكي عنه اليوم هنين بس نقطين اللي هو اني ضيف الفراغات حوالي النوافذ اللي هو عبارة عن theme اللي هو موجودهم theme.useless underscore gab انا شايف انه محطوطة عبارة عن الرقم صفر فانا هاد الرقم رح نقول رح حط اثنين دي بي اي او اثنين بيكسل واذا بدي اغير الالوان رح ايجي ل البيشي خلينا نقول focus مبدئيا اللي هي عبارة عن النافذة اللي انا حاطت الموس عليها او اللي عمالي اتعامل معها فرح نغير هاد اللون بس لحتى نشوف كيف ممكن انه غيره رح نحط لنقول اللون الازرع هلا بعد ما احفظ هاد الملف فيه شغلة لازم انه نعملها بالملف اللي كان قبله rc.lua اللي هو الملف الاساسي لانه هاد الملف اذا جيت لقسم theme رح نشوف انه عماله ياخد لياها من المكان الافتراضي اللي هو user share awesome انا بدي حط له المسار اللي حطيتهم من شوي فرح غير المسار كل شي موجود ضمن القوسين هاد رح غيره وضيف مساري الخاص فرح قال له مفتح quotation mark كمان حط له المسار بالكامل فهن سوف اضع له slash home وليس dollar sign home سوف اضع له slash home اسم المستخدم .config awesome themes theme theme.lua ويسكر quotation mark الآن سوف احفظ الملف دعنا نعمل ريستارت للويندو مانجر سوف ارى انه اللون تغير صار عندي اللون الازرق واذا اذهب للنافذة الثانية سوف ارى انه صار في عندي سوف ارى انه صار في عندي الفراغ اللي موجود حوالي النوافذ سوف اضع فراغ اكبر وحتى انه لا يفتح لي النافذة اول ما اعمل اعادة تشغيل يفتح لي اها بالفلوتنج سوف ارى القسن اللي تحت اللي فيه layout مثل ما اللي شايف انه اول layout محطوطة اللي هي floating اللي هي التيل انا بدي الفلوتنج التيل تكون هي اول واحدة فانا هذا السطر سوف انسخه سوف احسفه وضعه تحت الفلوتنج الآن اذا حفظنا الملف سوف اخرج من هذا الملف نرجع للملف ثم كمان سوف نضيف نكبر ال gap سوف اضعها عشرة بس للتجربة سوف نعمل reload ال window manager سوف ارى انه صار ال gap اكبر بكتير صار في عندي فتح ليها بشكل تايل بدل ما يكون floating والالوان غيرناها بالبداية طيب انا اذا بدي غير الاطار هذا سوف يكون اخر شيء سوف نحكي عنه اليوم كمان غير الاطار الموجود حوالي النافسة كمان برجع لثيم .lua فانا سوف اتغير سمك البوردر الموجود حوالي النافسة سوف ارجع للقسم الموجود تحت ال useless gap اللي هو border width وسوف اغيره من واحد بيكسل سوف اضع اثنين بيكسل طبعا اذا كنت بدي الخط المستخدم سوف اغيره ضمن theme.font نحن اليوم سوف نغير الخط لانه الفيديو صار طويل جدا دعونا نحفظ هذا الملف اذا كمان عملنا له reload كمان راح للنافذة الثانية سوف ترى انه صعب يبين لانه اللون جاي متناسب بيه بال wallpaper سوف ترى ان البوردر صار اسمك بشوي فمتل ما انا شايفين يعني انه التعامل مع window manager ما له بالوضع بالعملية الصعبة او اني اكتب ملف configuration ملف الاعدادات كمان ما له صعب بس هي شغلة بتستهلك وقت وحتى توصل للشكل و functionality اللي انت بترتاح معها والمظهر اللي بيعجبك هذا الشي بياخد وقت وممارسة فان شاء الله بالفيديوهات القادمة ما رح قول الفيديو الجاي ولكن بالفيديوهات القادمة رح نكمل شوي مع ال awesome ورح نشوف window managers تانية بس مثل ما حكيت لازم نكون في عندك طولة بال وتاخد الامور ببساطة تمشي فيها خطوة خطوة ف يعني انت ممكن انك تروح لل github تروح لل github وتدور على رايس جاهزة وتستخدمها بس اذا انت ماشتغلت بايدك ما رح تحس بمتعة التعلم و وقت اللي بتوصل للنتيجة النهائية بتقول انه هاد شغلي هاد الشي انا عملته انا فخور بالنتيجة اللي بصلت لها يعني اذا جيت لاللي موجود عندي انتو كل اغلبكن صاروا بيعرفو كيف شكل الكمبيوتر اللي انا بستخدمه يعني مثل ما اللي شايف هاد الكلام ما بيجي بين ليلة وضحاها او شغل ساعة بدك تشتغل كتير وتجرب وتتعلم شوي بلغات البرمجة لحتى توصل لهذه النتيجة طبعا هلا انا مالي محترف لغات برمجة لانه اساس مالي مبرمج بس شوي شوي بتتعلم هاي الشغلات اللي انت بحاجتها كمعا ما رح تتعلم كل شي وانا مالي متعلم كل شي بس الشغلات اللي كنت بدي اياها اتعلمتها لحتى درت اوصل هاي النتيجة اللي حاليا بتناسب احتياجاتي وهيك بنهاية الفيديو اذا الفيديو عجبكم هو طويل شوي بس اذا عجبكم لا تنسوا ضغط زر الاعجاب لا تنسوا مشاركة المحتوى بالنسبة لغير المشتركين اذا عمالكم تشوفوا المحتوى والفيديوهات مفيدة وشيقة وممتعة بنفس الوقت فياريت لا تنسوا الاشتراك بالقناة كمان تركوا لي تعليقات بقسم التعليقات شو اراءكم؟ واذا في اي شغلات ذكرتها غلط وبدها توضيح اكتر ممكن انه نرجع لهي النقطة مع المستعبل بلتقي فيكن بالفيديو الجاي وبامان الله